انظروا إلى السؤال المكتوب على الشاشة أقامت إحدى المستشفيات المحلية حملة للتبرع بالدم جمعت من خلالها 80 point دم من المتبرعين إذا كان هدف المستشفى من الحملة جمع 8 جالونات من الدم فهل حقق المستشفى هدفه؟ وكم زادت أو نقصت كمية الدم التي جمعها المستشفى عن هدفه؟ جمع المستشفى 80 point من الدم المطلوب معرفة كم تعادل هذه الكمية بوحدة القالون وهل كانت كمية الدم المتبرع بها أكثر من 8 جالونات أم أقل؟ جمع المستشفى 80 point لمعرفة كم قالون تعادل حولوا الثمانين point إلى وحدة الكوارت ثم إلى وحدة القالون لكن إذا كنتم تعرفون كم باينتاً في القالون الواحد يمكنكم تجاهل هذه الخطوة عند التحويل بين الوحدات إما أن تضربوا أو تقسموا لاحظوا أن وحدة القالون أكبر من وحدة الكوارت وهذا يعني أن عدداً قليلاً من القالون يعادل عدداً كبيراً من الكوارت لذا عند التحويل من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة يجب أن تقسموا لإيجاد الناتج الكوارت الواحد يحتوي على اثنين point إذن اقسموا على اثنين أو يمكنكم ضرب العدد ثمانين بالكسر واحد على اثنين فالقسمة على اثنين هي نفسها الضرب بنصف يمكنكم التأكد بوضع الوحدات الكوارت الواحد يتكون من اثنين point والpoint الواحد يتكون من واحد على اثنين كوارت تختصر الpoint مع الpoint والناتج هو أربعون كوارت كما يمكنكم حل المسألة ذهنياً بسهولة تذكروا الكوارت الواحد يساوي اثنين point وبالتالي فعدد الكوارت يساوي نصف عدد الباينت ونصف الثمانين يساوي أربعين لكن إذا كانت المسألة أكثر تعقيداً فمن الأسهل كتابة معادلة بهذا الشكل وحذف الوحدات المتشابهة وحدة الباينت في المقام هنا مع وحدة الباينت في الوسط هنا فتبقى لديكم وحدة الكوارت مع الكسر واحد على اثنين والناتج يساوي أربعين يمكنكم الآن التحويل إلى وحدة القالون القالون الواحد يعادل أربعة كوارت والعكس صحيح كل أربعة كوارت تساوي قالوناً واحداً والتحويل هذه المرة أيضاً من وحدة صغيرة إلى وحدة أكبر وهي القالون لذا اقسموا العدد أربعين على العدد أربعة اكتبوا الوحدات في المسألة ليصبح الحل أسهل هذا الكوارت في الباست هنا وفي المقام هنا ووحدة القالون في الباست كل واحد قالون يساوي أربعة كوارت احذفوا الوحدات المتشابهة ولإيجاد الناتج اضربوا بالكسر واحد على أربعة أو اقسموا على العدد أربعة تماماً كما فعلتم قبل قليل أربعون ضرب واحد على أربعة يساوي عشرة قالونات أي أن الثمانين باينت من الدم التي جمعها المستشفى تعادل عشرة قالونات كان هدف المستشفى جمع ثمانية قالونات هل حقق المستشفى هدفه؟ بالتأكيد وكم زادت أو نقصت كمية الدم التي جمعها المستشفى عن الكمية التي كان يرغب بجمعها كان هدف المستشفى جمع ثمانية قالونات لكنه جمع عشرة قالونات أي أنه جمع قالونين أكثر من الهدف ترجمة نانسي قنقر